وجد الأردنيون الطاقة الشمسية ملاذاً آمناً لمواجهة ارتفاع فاتورة الكهرباء خاصةً وأن معدل الإشعاع الشمسي في الأردن يعتبر من أعلى المعدلات العالمية وتصطع الشمس فيه ثمان ساعات يومياً مبدأ عمل الطاقة الشمسية يقوم على أساس تحويل ضوء الشمس المباشر إلى كهرباء عبر استخدام الألواح الشمسية ما يخفض فاتورة الكهرباء وهي متفاوتة بين مستخدمي هذا النظام والبعض منهم بدأ بتصدير الطاقة إلى شركات الكهرباء حتى نخفف من مصاريف الفواتير فاتورة الكهرباء كل شهر كنا نعمل كنا ندفع فاتورة تقريباً 800 أو 900 دينار مع تركيب الطاقة الشمسية احنا وفرنا أو عنا دخل كمان دخل 500 دينار من دخل من وفرة حالنا 500 دينار على فاتورة الكهرباء أول شهر كان توفير طاقة الشمسية وفرنا كهرباء 1400 كم توفير كبير ببعض المشتركين يعني حققوا اكتفاء كامل من الطاقة الكهربائية تقريباً فاتورتهم اتراجعت للصفر وفي بعضهم صدر للشبكة الكهربائية طاقة أكثر من احتياجه شركات الكهرباء بدأت باستقبال طلبات المشتركين في العام 2012 إذ وصل عدد المستفيدين من النظام ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية إلى 550 مشتركاً ما أثر على حجم مبيعات الشركة بالنسبة لشركة الكهرباء الأردنية أكيد أن هذا الأمر بأثر في تنزيل المبيعات لكن في معادلة بيننا وبين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المفروض بموجبها أن شركة الكهرباء الأردنية تتعوض عن الانخفاض هذا في المبيعات رغم ارتفاع تكاليف تركيب النظام الشمسي إلا أن مستخدمي هذا النظام يستطيعون استرجاع التكاليف إذا استطاعوا تخفض فاتورة الكهرباء مجدية للأشخاص والمنازل التي تستهلك كمية طاقة كبيرة التي استهلكوا فوق الستثمية أو الألف أو الألفين فيكون فترة استرجاع الاستثمار كثير مجدية وتبقى أنظمة الطاقة المتجددة من الأنظمة الفعالة التي تجعل المنازل والمؤسسات تضيء وتوضع الظلام من دون فاتورة كهرباء مرتفعة ليلة خالد رؤيا بلغ عدد الأسر من القطاعين العام والخاص التي استلمت دعم بدأ المحروقات منذ بدأ عملية الاستلام وحتى الآن 870 ألف أسرى بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون وخمسمية ألف دينار وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى التراني لنشتنا إن آخر موعد لتسليم الدعم للأسر المستحقة سيكون يوم الخميس المقبل إذ يبلغ عدد الأسر المستحقة للدعم ضمن الدفعة الثانية للعام 2014 حوالي 920 ألف أسرى وبقيمة إجمالية تصل إلى 88 مليون دينار وبين أن الدائرة قامت لأول مرة بتوجيه رسائل نصية للأسر التي لم تستلم الدعم حتى موعد استلامها للدعم لضمان استلام جميع الأسر للدعم قبل عطلة عيد الأطحى وأعلن أن الدائرة ستتوقف اعتبارا من يوم غدا الأحد عن استقبال المراجعين بخصوص طلبات التعديل في ضوء انتهاء المهلة المحددة لتسليم الدعم النقدي حسب الاتفاقية الموقعة مع البنك المعتمد لتسليم الدعم وإلى سوق عمان المالي تراجع المؤشر القياسي العام لأسعار الأصم في بورصة عمان في تداولة الأسبوع الحالي بنسبة طفيفة بلغت 10% في حين ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول بنسبة 73.13% مقارنة مع الأسبوع السابق إذ ارتفع المعدل اليومي يحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع إلى حوالي 10 مليون 200 ألف دينار مقارنة مع 5 مليون 900 ألف دينار للأسبوع السابق وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى مستوى 2122 نقطة مقارنة مع 2124 نقطة الأسبوع السابق في حين حجم التداول كان 51.100.000 دينار مقارنة مع 29.500.000 دينار للأسبوع السابق وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 20% تقريبا ولقطاع الصناع انخفض أيضا بنسبة 1.5% تقريبا في حين ارتفع لقطاع الخدمات بنسبة 1.14% تقريبا وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بجسبة بلغت 69.13% تلاق قطاع الخدمات بنسبة 15.14% ثم القطاع الصناعي بنسبة 15.13% سجل مطار الملكة علياء الدولي لأول مرة في تاريخه مستوى قياسي في أعداد المسافرين إذ استقبل في شهر آب الماضي 700.000 مسافر وعزاء الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كيلد بينجر ذلك إلى الزيادة في الرحلات إلى تركيا مصر ودول الخليج وارتفع عدد المسافرين خلال شهر آب من هذا العام بنسبة 13.20% لتصل إلى 786.000 مسافر كما ارتفعت حركة الطائرات 12% لتصل إلى 7.000 حركة مقارنة مع شهر آب من عام 2013 وعن النتائج الرئيسية للمطار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أظهرت المجموعة ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 12.10% لتصل إلى 4.900.000 مسافر كما أظهرت زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 19.10% لتصل إلى 49.600.000 مسافر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة